موسيقى 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 هذا البرنامج السيعجالي هو برنامج صاحب الجلالة كنا كنتظره بفارغ الصبر ومعا هذا البرنامج قلبا وقالبا والسكينة كلها كنت تنتظر هذا سنوات كثيرة ودنا سعانة وهناك اللي يدوز هنا 60-50 سنة 40 سنة في البرارك وحتى شخص يحب يعيش في البراركة وتعطيه مرافق عمومية وتعطيه مرافق عمومية وتعطيه مرافق فكما قال الأخ قبل مني كانت تفاجئوا كانت خروقات وكانت حويج لي أو أولا سكينة الشردات لأنه كانوا ينتظروا الناس بلا يصخرا وهذا شيء معروف هذا البرنامج صاحب الجلالة كان الناس تستفيد بمبالغ مالية ماديا كيتعوضوا على هذا الهدم وعلى هذا الافراغ ماديا فبالتالي في آخر لحظة يتفاجئوا أنه سيخلصوا 20 ألف درهم لبقاء الفارغة و 15 ألف درهم لكل بركة وهذا البرنامج من خرج بقاعي فضيحة عقارية أنا كنقولها هكا فضيحة عقارية لأن أغلب الأحروف في هذا البرنامج في 60 مترو 64 65 62 مترو مربع كنقولها وكنعودها مستطيلة فيها 6 مترو في الواجهة وهذا بقع تجارية يعني اسمع بقعة تجارية 60 مترو وخرجتها من بركة وكانت فيها 140-130 مترو صباح يخلص ألف درهم في غارج لا يوجد أدنى ظروف العيش فيها مراحيد فيها كل شيء يعرف يعني غارج لها كل شيء كل شيء يعرف يعني الناس كارية بألف درهم لم يجد الكراكين المشاردة وقعت لها مشاكل حاليا المرأة عند دارهم هو في جيه والدرار يمشتين ما دار يسبقوا حصل الناس يعني الناس بدأوا الفصل الدراسي ديرهم كذلك لم يجد المشاكل كثيرة 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 ولكن خاص العدالة العقارية وخاص يعني الحقوق على الأقل الإنسان يستفيد على الأقل الناس ما عندهاش باش تخلص هذا واقع كنت واحدة الفئة عندها الساحقة ما عندهاش منها تجيب هذه الفلوس هذا حل خصوية وليهذا تنطلبوا يتفتح تحقيق كان خروقات في بعض الجمعيات يعني يمشون مع اللوبيات المنعيشين العقاريين يمشون 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 تتواصل مع السكينة الزهانة التي تعاني من واحدة المشكل من 2011 وهي تعاني ازدنا عليها احفور الماطي ازدنا عليها كابوشة تسمى حي واحد وحي واحد تشملهم السعادة تجمع كل شيء بمرة المشاكل وعندنا جاءوا عندنا الجمعيات الجمعيات تكلفوا بواحد اسمي تقول لي هو ماشي هو هداك الجمعيات طبقوا علينا واحد القرار لما 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 انزلش علينا من الفوق الجمعيات احنا كان رفضوهم وكان طالبوا بالجماعة المحلية اللي هي واخد الرسم دياله 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 والوكلة العقارية والعمران اللي هضرع لهم صاحب الجللق يدخلوا ويشوفوا هذا الحل خمسين مع خمسين راهم ما كيناش من يولو نص راهم ما كيناش راكينا المرة اللي كتخدم في إجرب خمسين درهم باش تعيشوا لدها راهم ما عندناش ما نعطيوه راهم الناس المسؤولين جاءوا عندنا هنا وقالوا لنا هذا المشروع هذا يحمل زروديرهم ما عندناش ما نعطيو فيه لانه علاش باش نعطيوه من يولو نص ما عندناش الناس خارج جاكريا بثلاثين الف ريال وما عنداش باش تخلص الكرا منهم انا ما عنديش باش نخلص الكرا كينين كينين الناس اللي هما راحلين من هنا ولادهم مقراوش هاد العام علاش في حالة دير المرض دير كورونا وريبولنا وهدمولنا وريبولنا وخلوا الناس عرياني الناس ما كيتسنطوليكش العاملة رافضانا هنكسكون احفور معطي رافضانا 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 ما ديراناش قاعف لوجده وانا عاهل البلاد خص واحد المبلغ مالي باهط هاد الحيادة دي الاحفور معطي مبلغ باهط دي المبادرة الوطنية الميل البشري العديد دي الحيرة فيه كنا 16 جمعية وتعاونية وهمية ما كنا اتحجى منها هذه الجريمة اللي دفنوا دباء نفق احفور معطي تغطيوا العمال اللي كانوا مشاوه سابقا الدول مبادرة وتهدى معهم تهوارهم تهوى في الجريمة نفس العملية المشكلين نفق احفور معطي احنا هنا مرفوضين في 2011 فاشجادك الحراك اخطب عاهل البلاد المورززات قال اما ان يكون الشخص وطني نخائنا خرجنا ببيان الملكيات تجفوق رؤوسنا خطون احمر لا يمكن تجوزه والسكينة دير ما تستحقش الضمر اللي ضمروها وانحنا ما غان تنازلوش ما زال غان وصلوا في مسيرات وان شاء الله رجال الرباط غان شو كامل الرباط هاد الاراضي كلها اللي هي ديالحفور معطي حيث هاد الحفور معطي كعبوشا هي في ملك الخاص وتنتفجأوا واحد النهار انه سيد العامل جل هنا ووعد السكينة انه ما غضي تكون عندهم واحد اسميتو غضي تعيد هيكلة ديالاحية وفي نفس الوقت غضي تعطوه غضي اسميتو غضي غضي ما يساهمو غضي ما يساهمو بصفر ديرهم يعني السكينة غا تستفد من السكن وتعادل هيكلة بصفر ديرهم اذا بنا كانت تفاجأوا في الاخير انه كي طالبونا بمبالغ اللي هي ماشي في استطاع ديال السكينة دفعه هي ديال اه عشرين الف درهم وخمستاش الف درهم وتاني حاجة ووضعوا لنا واحد الجمعيات الجمعيات هادي ما كتتتوصلش مع السكينة يجيوا يقولون لان كينا شي حاجة كتدر في الكواليس السكينة ما عرفها منذ انطلاق المشروع الملكي اللي هو المبادرة الوطنية لتنمية البشرية من الفين وسبعة الى يومنا هذا والحيطانة تتعتبر قريانة مداجية في الوطائق لتصرح بها الرئيس السابق اللي هو رئيس البلدية البورماني عبد السلام قريانة مداجية قرب طريق السيار جنوب طريق السيار هذا الحي هذا في عدد الحراف وفي عدد في حراف النسيج الخياطة الخشب كل شمشة كل شمشة هباء منطورة يعني الخير دليل على هذا وهي السقايا لانه فاستنديره السقايا في واحد الحي فهو حي نموضجي حي قديم عندوا واحد واحد الميزة على الاحياء اخرى هذه الحياة محاولة المعالي متاعه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما تنفعش منها هذا الإنسان هذه الناس هدو اغتصبوا التنمية وشردوا الناس واحتى الحيوانات شردوهم كل شي تشرد في هذه الحياة الساكن اضح فورو معطي خصة تستفد واحد ثلاثة دلمليون ومئة وعشرين الف واليوم وكيف ارضو على السكان انهم غاد يعطيوا واحد المليون ونصر بعين الف ديال المهندز اولا انت مدعمتش لنشرطي هذه الساكنة كاملة الناس رأي مهمشة وليلا الله مهند رسول الله اللي ما عندوش فين غير دبراس رأي اخوال البلاد والناس كالتسناد لبلانا هذا بفارغ الصبر وغير باش يبيع هذه البقعة لنها هذه المليون ونصر اللي تتقول له انت اعطيك وراه ما عندوش عيباد الله جاءت المبادرة الوطنية البشرية عيد الخميس احفور لمعطي في اعادة الهكالة زير وديرها هات الشي كان عارفوه البارح جاق العامل صاحب الجلالة هنا ياق ممتل جلالة الملك وكي يقول لك ان احفور لمعطي رمغات عطي والوق وما غادي يدير والوق ولكن الوقت اللي يهدم ولكن يفرض على الجمعيات انهم غادي يعطيوا واحد المبلغ مالي ديال مليار وخمسمائة مليون كلها جمعية اربعة ديال الجمعيات فيها ثلاثة ديال مليار ستاديال مليار ستاديال مليار فين غا تمشي وفين هو الدعم ديال جلالة الملك تنين وثلاثة ديال مليار اللي كان سمعوا احنا كينا في الصندوق ديال العملاء يعني احياء الهاميشية خصية تهيكل عندها اعادة الهيكلة علاش غا تشاردو عباد الله وش واحد خدام بخمسين درهم وده بكاري بآلف درهم منين غا يجيب هذا الالف درهم وبناده ما بقال قامت تم اياكل في هذا المدينة وش ديال له مش عاجة فين غا يخدموه را ما كينش اشتركوا في القناة